مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن المرتقب الجمعة أفادت مصادر بأن الولايات المتحدة تسعى الآن لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران بنسخة مبسطة من مشروع قرار جديد قدم إلى المجلس وتتكون المسودة الجديدة من أربع فقرات فقط ويرجح أن تمنح المزيد من الأصوات الولايات المتحدة لكنه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستستطيع الحصول على تسعة أصوات وهو الحد الأدنى اللازم لتمريل مشروع القرار من أصل خمسة عشر وفي سياق منفصل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه فوجئ باختيار المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن للسنطر كمال هارس نائبة له لأنه لم تكن تحترم بايدن خلال المناظرات وأشار ترامب في حديث للصحفيين إلى أن هارس كانت تسيء بشدة لبايدن خلال الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين